ولكن هو طبعا لي طريقته الخاصة في المباراة المباراتين كان هو أهم حاجة عنده أن نحصل على المباراتين لأن حصولك على المباراتين يعني معانا أنك أنت حصلت على 6 منطق رفع 9 و المنتقبين الباقيين يبقى خلاص وضحت رؤية بالنسبة لك هذه كانت أساس بالنسبة له الحمد لله كمان هو اختياراته كانت موافقة ونفس اللاعبية المنتخب كانوا هم متعايدين أن هم يعني نحن مصر مش ليلين يعني فالحمد لله ربنا وفقنا في المباراتين يعني لكن خطته اللي جاية لا فيه خطة بالنسبة له خطة طموحة بالنسبة لإعداد منتخب قوي لمصر في خلال الفترة اللي جاية وكمان يكون متوسط لعمارة إن شاء الله مناسبة لمنتخب مواسط هو بيتوريا اتكلمتوا أنتوا عايزين أن نستغلوا مش مجرد مدير فني للمنتخب وده شفناه حتى في الأيام الماضية على مستوى أنه بيحاضر في دورة المدربين على مستوى الرخصة إيه إيه الأدوار اللي هو بيقدمها بيتوريا وإيه تصوره هو لتطوير الكرة المصرية يا أساس جنان طيب بص إحنا أنت قلت حاضر في محاضرك في المدربين فإحنا ناخد النقطة دي الأول أنا قلت الأول إن إحنا لو عايزين نعد اللعب بقى لازم في كذا حاجة نبدأ بها بدأنا الملعب وقلنا إن شاء الله لكن ما نيجي نقول إعداد اللعب بقى عايز مدرب الملعب دي كده اتفقنا نهي مسؤولية الوزارة والاتحاد إن شاء الله هنشتغل يعني أنا هنلاقي فيه إجابات كثيرة جدا من وزارة شباب ورياضة في الفترة دي في الملعب اللي تمتلكها أيوة زائد كمان في ملعب تاني برضو إن شاء الله برضو بنخطف فيها المسؤولين عنها إن شاء الله يبقى فيها تطوير تطويره على مستوى أرضية الملعب وصيادة الملعب إن شاء الله أرض الملعب أرضية الملعب طبعا لكن لما نيجي نكلم على المدربين يمكن إحنا أول ما جينا هنا كان آخر دورة عملت فيه خمسة الفين وستاشر كان المدربين ويمكن دي أثرت بشكل كبير جدا صح وعندك دورات يمكن سمعت إن إحنا بعض المدربين حصلوا عليها من خارج مصر وإن كنت في مصر ما يبقاش فيه دورات دي صعبة جدا فلما سألنا الاتحاد الأفريقي قال إن الرخص نفسها كان متوقفة وصادر بها قرار في التوقف فأصبحنا دلوقتي إن إحنا مطالبين إن إحنا الأول ناخد الموافقة على الرخص فجينا لما نيجي ناخد الموافقة على الرخص فجئنا إن إحنا ما عندناش محاضرين يبقى أنت محتاج الأول تعمل دورات المحاضرين وده اللي تم الأول تعمل دورات المحاضرين 28 محاضر الحمد لله انتهت دي وبيقى عندنا 28 موحضر بناء عنها اشتغلنا في الحصول على الموافقات بالنسبة للدورات المدربية ودي ممكن كان في عقبة بسيطة جدا لكن اتحلت يمكن كان في اجتماع في الاتحاد الافريقي كنت حاضر هنا في طلبة من الرئيس الاتحاد الافريقي ان احنا الدورات دي وقفة ولازم نشتغل وكان في المسؤول عن الدورات كان متواجد وقال احنا سمحنا بس احنا ما قلناش لا فقلت له لا انت كنت بكلم على اساس اللغة العربية لغة غير معترف بيها لكن هي معترف بيها بالنسبة للغات المتواجدة في الاتحاد الفيفا والاتحاد الافريقي وفعلا الحمد لله ان هي توافع عليها توافع على اللغة العربية اللغة العربية واللغة الانجليزية طبعا والفرنسية والبرتغالية فالحاجات دي معمولة خلاص وتوافع عليها وبدأ